تحت شعار القراءة لأجل تنمية مجتمعية واعية ومتجددة انطلقت بقلميم فعالية الدورة الحادي عشر للمعرض الجهوي للكتاب والنشر المنظمة من قبل المديرية الجهوية للثقافة بقلميم ودنون يأتي تنظيم نسخة الحادي عشر للمعرض الجهوي للكتاب بجهة قلميم ودنون تنفيذا لبرنامج السنوي للمعرض الجهوية الذي تداب وزارة على تنفيذه كل سنة وهذه السنة ان شاء الله سيكون بمشاركة مجموعة من دور النشر والمشاركين على الصعيد الوطني ما يناهي 30 عارض بالإضافة إلى قطاعة حكومية على غير وزارة الأوقاف الشؤال الإسلامية المندوبية السامية المقاومة وبعض القطاعات ويعرف هذا الموعد الثقافي مشاركة أزيد من 30 عارضا كما أنه يشكل فرصة للإطلاع على آخر مستجدات تأليف والنشر بالمغرب ومناسبة لتواصل مع المبدعين والكتاب والناشرين من خلال برنامج ثقافي مواكب للمعرض